في إطار جهودها للدفع بعملية السلام وإنهاء النزاع القائم في اليمن وبضع حد للأزمة الإنسانية الحادة التي تعيشها البلاد أفاد مصدران مطلعان بأن الأمم المتحدة تضغط على الأطراف المتحاربة في اليمن للاتفاق على تمديد الهدن القائمة حاليا إلى ستة أشهر إضافية المصدران أوضحا أن على مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندنبرغ أولاً معالجة شكاوى الحكومة اليمنية والحوثيين قبل أخذ موافقتهم على تجديد إضافي للهدنة المعلنة والتي تنتهي في الثاني من آب أغسطس المقبل وقال أحد المصدرين أن جروندنبرغ سيسافر في الأيام المقبلة إلى سلطنة عمان بغرض لقاء كبير مفاوضي الحوثيين وإلى مدينة عدن السحلية في جنوب اليمن حيث يقع مقر الحكومة اليمنية لإجراء محادثات الاقتراح بتمديد الهدنة لستة أشهر أما بالنسبة للإحباطات التي تواجه الأطراف فيما يتعلق بتنفيذ البنود الكاملة للاتفاق كشف المصدران أن كل طرف يلقب اللوم على الطرف الثاني حيث أن الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بعرقلة فتح الطرق الرئيسية في تعز وبعدم تقاسم عائدات الضرائب من ميناء الحديدة فيما يتهم الحوثيون التحالف بتقليص عدد سفن الوقود التي تصل إلى الحديدة خلال الأسابيع الأخيرة بدورها قالت المتحدثة باسم مكتب جرودنبرغ سيمني بال إن مبعوث الأمم المتحدة يناقش بالفعل مع الأطراف اليمنية تجديد الهدنة الحالية لفترة أطول معربة عن أملها أن يتعامل الطرفان مع جهوده بكل مسؤولية وعدم إضاعة هذه الفرصة للتوصل إلى نهاية عادلة ومستدامة للصراع في هذا البلد يشار إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق فإن التمديد لستة أشهر أخرى سيكون أكبر خطوة حتى الآن في عملية الأمم المتحدة نحو حل الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وترك الملايين يواجهون المجاعة في أكبر أزمة إنسانية شهدها العالم بحسب تقارير الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر